السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم اسلام البالشان نهضة ان شاء الله معنا فيديو جديد كنت نزلت من فترة فيديو ازاي تقدر تحول شكل الاريات بتاعت الجهاز بتاعك من الشكل ده للشكل ده باستخدام برنامج اللي بيبقى متسطب مع برنامج افتر برنار ولاحظت فيه تمام كبير بالموضوع فقررت ان انا اعمل او قيمة تشغيل كاملة خاصة بالاشكال دي وكل شوية هنزل لك شكل جديد وكمان بعدين هعرفك ازاي تقدر تعمل قالب خاص بيك باستخدام الفوتوشوب هتلاقوا لينك دي موجودة في في الفيديو بتاع النهاردة جايب لك قالب جديد احترافي اللي احنا استخدمناه في الفيديوهات بتاعتنا في الفترة الاخيرة جايبه لك كمان بالعربي والانجليزي وباكتر من لون وهقول لك ازاي تقدر تشغله وتبدل بينهم. القلب اللي انا جايبه لك النهاردة من قناة اسمها بي بي جي بنشمارك هتلاقي لينك الملف موجود في انا مزبطه جاهز بدل ما انت تصممه معايا من البداية انا مزبطه لك جاهز زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات الملف ده انت هتضيفه على البرنامج على طول وتعدل عليه زي ما هقول لك النهاردة وهتلاقي مع الملف مجموعة خطوط لازم تسطبها وانت اقافل البرنامج الاول وعلشان تفهم اكتر تعالوا نشرح الخطوات دي واحدة واحدة اول حاجة هتروح تقفل برنامج وريفا تونر هتلاقيهم عندك كده جنب الساعة تعملهم خالص اهو بيتقفلوا مع بعض بعد كده هتروح تحمل الملف بتاع شكل القريات هتلاقي نسيبهولك باكتر منهم في هتلاقي الملف قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده هتلاقي فيه واحدة للعربي اهي لو جت فتحتها دي الصورة بتاعت العربي وهتلاقي واحدة بالانجليزي زي ما انت شايف اهي استخدت بقى اللي انت حابه هقولك ازاي تقدر تبدل بينهم دلوقتي وهسيب لك الصورة دي هتفعل اعدادات بتاعت الخطوط والاعدادات بتاعت حجم الخط هتلاقي نسيب لك مجموعة خطوط بالشكل اللي انت شايفه ده هتروح تفتح كل واحد كده وبتعمله طبعا انا مسطابهم عندي هشرح لك بس الطريقة ازاي تعملها بتفتح كل واحد من الخطوط دي كده وبتعمل ولازم تتأكد وانت قافل البرنامج تمام بعد كده هتروح تاخد القريات بتاعتك اللي هي الشكل ده هتاخد الملف ده وتحدد معاه بقى هتاخد الانجليزي ولا هتاخد العربي لو جيت تاخد الانجليزي معاه هتنقلهم زي ما هم كده لو جيت تاخد العربي هتاخد الملف ده ومعاه العربي بس هتروح تعدل كده على الكتابة وتمسح كلمة اي ار دي وتسيبها كلمة بحيث ان الاسم هنا يبقى نفس الاسم بتاع الملف اللي بيض ده تمام انا دلوقتي عايز انقلهم هتنقلهم فينا هتاخد مسلا انا عايز اسطب اللي هي الانجليزي انا مسطبها عندي بس اقول ازاي تقدر تعملها? هتاخد الملفين دول كده كوبي وهتروح من هنا على الكورس بتاع السي وهتروح على ستة وتمانين وبتروح من هنا على الفولدر بتاع ريفا تونر وبتروح من هنا على بلاجينز ومن هنا على كلمة وبتروح على بس دي كل الملفات اللي هتلاقيها متصطابة عندك او اللي موجودة اللي هي الاساسية بتاعت البرنامج زي ما انت شايفة نحاطت الملف عندي هنا وهو. لو جيت تحط العربي هتمسح كلمة المهم من الاسم ده يبقى نفس الاسم اللي موجود هنا. انت كده خلاص نقلت القريات بتاعتك. بعد كده خلاص بعد بتنقل الملفات ديك كده هتروح تفتح برنامج تاني اهو بيبدأ يفتح معك جنب الساعة هو بتروح بقى برنامج هتكون انت طبعا ستبت الخطوط اللي انا قلت لك عليها. هتروح دلوقت هنا هتعمل نفس الخطوط او نفس الاعدادات اللي موجودة في الصورة دي هتختار هنا ازاي بقى هتروح اوي حاجة هتقفل اللي اتنين دول كده وتيجي هنا تعمله على وهي. وهنا على بتخليها على وبتقفل اللي اتنين دول. بتيجي بقى تحت من هنا بتروح من هنا على كلمة او علامة الساهم اللي ظهرها بتفتحها. تختار نفس الاعدادات اللي موجودة عندك هنا في الصورة. الخط بتاع روبوته. ومن هنا اللي هو ومن هنا بتختار بتكتب رقم ستة وبعد كده بتعمل على اوكي بحيس ان ويبقى نفس الاعدادات اللي موجودة في الصورة. بعد كده بقى نروح نعدل على الشكل بتاعنا. هتروح من هنا تضغط على كلمة وقبل ما تعدل اي حاجة على الاعدادات ديت هتروح الاول تفتح برنامج بتروح على الاعدادات بتاعته وبعد كده بتعمل على او بتعلم عليهم الاتنين وبتروح من هنا على بتختار الزرار اللي انت عاوز تظهر بول قريات. طبعا الكلام ده كله معروف. هتروح بقى اهم حاجة على بتعلم على كل العلامات اللي قدامك دي بتضغط كده على اول واحد. بتنزل تحت على خير بتضغط على وبتضغط عليها بحيث ان انت هتعلم عليهم كلهم كده وتقوم شايل علامة الصح من على اي واحدة فيهم وبتضغط على علامة الصح تاني بحيث ان هو يعلم على علامات الصح دي على كل الحاجات اللي انت اخترتها. وبتروح من هنا برضو تضغط على او بتضغط على ضغطة ان انت هتفعلها وضغطة تانية ان انت تقفلها. تمام? مهم ان كل الاعدادات تبقى قدامك بالشكل اللي انت شايف ده. بعد كده بتعمل على اوكي بعد كده بقى تنزل برنامج ده تحت وتروح على تاني هتروح على وبتعلم على علامتين الصح اللي قدامك دوله بتنزل تحت على بتضغط عليه ضغطتين بيبدأ يفتح معاك بقى الواجهة دي بالشكل اللي انت شايفه ده طبعا ممكن ما يزهرش معاك الاداة دي هتروح ازاي بقى تجيبها هتروح من هنا على بتعمل على بتروح بقى على المسار اللي احنا اخترناه اللي انت حطيت فيه الملف الملف كان اسمه اللي هو بتعدل عليها من خلال البرنامج اما مسلا الحاجات اللي بيبقى مسلا في وسط المربعات الغامق دي او اللي هي ما عليهاش مربع تحديد دي حاجات بتعدل عليها من خلال او من خلال ادي برنامج تعديل صور لان دي عبارة عن صورة او قالب وانت بتعدل عليك كتابات اللي موجودة فيه او القريات اللي موجودة فيه يعني انت مسلا حاجة زي دي عايز تعدلها وتكتب حاجة تانية دي تبقى من خلال بنفسه المهم دلوقتي انه البرنامج او الشكل متعدل جاهز على الاريات اللي انت شايفها دي. يعني انت ساعة ما تحطه عندك بس هتعمل مجرد هتعمل ليه? تعمل على وخلاص بتبدأ تشغله على الالعاب بتاعتك بشكل طبيعي خالص مش هتحتاج ان انت تعدل حاجة زيادة او هتحتاج ان انت تضيف حاجة زيادة. بس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده انت مسلا لو حبيت تعدل على حاجة فيه. تمام? مسلا انت حبيت تغير على بتعدل عليها على وبتضيف حاجة تانية. الحاجة التانية دي مسلا انت عايز تضيف الاريات بتاعتها. بتيجي على القيمة اللي تحتها بتضغط عليها ضغطتين. وبتلاقي عندك الكود بتاعها بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني ده اهي. الاسم هنا نوي. عايز تعدل ها بتمسح الكود ده. بتجي من هنا على علامة الزائد. ومن هنا بتختار القيمة التانية اللي انت ضفتها. تمام? المهم انت مش هتتعب في الكلام ده كله. انا معدلك على الشكل جاهز انت مجرد ما هتضيفه البرنامج. وبعد كده بتعمل وتشغله على الالعاب بتاعتك عادي بشكل طبيعي. تعالوا مسلا نجرب تضيف الشكل العربي. هتروح برضو من هنا هتقفل البرنامج خالص. تأكد ان انت اقفله من جنب الساعة. هتروح بقى دلوقتي. ده الشكل اللي هو العربي اهو. هاخد الملف ده كده وهروح للمسار تاني. اهو هحط الملف ده هنا بس. هشيل بقى الملف ده اللي هو بتاع الانجليزي او هاخده كده اهو بس. وهتيجي على الملف بتاع العربي. الملف اللوبيت ده ثابت معاك. تمام? انت بتعدل بس على الاسم بتاع الصورة نفسها. همسح كلمة اهو. هو كده جاهز. هتروح بقى تفتح البرنامج بتاعك تاني. هروح افتحه واروح على طبعا الاعدادات التانية اللي عملناها دي بتبقى حاجة مرة واحدة بس. هنروح على زي ما انت شايف تعدلت للعربي اهو بشكل تلقائي. اهو. تمام? تبدل بقى بين العربي والانجليزي زي ما انت عاوز دي ما فيش فيها اي مشكلة. طبعا اي الوان تانية هتضيفها بدل الصورة دي. تمام? هسيب لك الوان برضو او هسيب لك صور تانية للشكل ده فيها الوان اللي انت حابب تضيفها بس مجرد ما بتضيف الصورة وخلاص هي بتتعدل معاك في الشكل ده او في البرنامج ده من غير اي مشاكل. وزي ما شفنا كده القلب الجديد شغال من غير اي مشكلة بالعربي وبالانجليزي. وطبعا الشكل ده شفناه على الفيديوهات بتاعت اختبار فرمات اللي نزلتها في الفترة الاخيرة وشغال من غير اي مشكلة خالص. وكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. عندك هيئة السئلة سبالي في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لقناة ولايك لصفحتنا على الفيس. واستنوا اشكال تانية كتير هنزلها في الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.